السلطة الشرعية ما هي السلطة الشرعية؟ للوقوف على هذا المفهوم لا بد من تحديد المفاهيم أولاً قبل أن نحدد مصادر الشرعية أو مصادر السلطة الشرعية تحديد المفاهيم يقتضي منا الوقوف عند مفهوم الشرعية والمشروعية والشرعانة سيمور ليبست كان أو عرف الشرعية بأن اعتقاد المحكومين بأن مؤسسات النظام السياسي القائم في مجتمعهم هي أفضل ما يمكن تكوينه بمعنى أن النظام السياسي يكون شرعياً إذا كان المحكومون يعتقدون بكونه هو الأفضل بالنسبة لهم وهو الأكثر ملاءمة وصلاحية لمجتمعهم روبيردال كذلك يعرفها بأنها الاعتقاد في ملاءمة الهياكل يعني كل التنظيمات والإجراءات والقرارات تكون ملائمة وبالتالي يتعين قبولها أو الامتتال لها باعتبار توافر صفته الملاءمة هذه إلى غير ذلك من التعريفات فجوهر الشرعية يتحصل في القبول العام أو الرضاء الشعبي فلا تكون السلطة شرعية إلا إذا امتتل لها المحكوم إرادياً وعليه تنتفي شرعية الحكم الذي يعتمد في وجوده على القهر والقمع فقط بعد أن الشرعية لا تستبعد الإكرار والإجبار كلية بمعنى أن الشرعية تقوم على القهر والقمع لا تستبعد القهر والقمع ولكن وحده يكون غير كافي بأنه يكون مقروناً بالرضاء الشعبي ويكون مقروناً باعتقاد المحكومين بأن ذلك النظام السياسي هو شرعي لأنه يتوفر على صفة الملائمة أي أنه هو الملائم للمجتمع وهو الصالح للمجتمع وبالتالي فهم يتقون في هياكله وفي قراراته وفي إجراءاته إلى آخره أما حينما نتحدث عن المشروعية هنا نتحدث عن المطابقة للقواعد القانونية الموضوعية ولكن تلك القوانين تكون نابعة من الشعب فإذا كان مفهوم الشرعية يطرح حين نكون بصدر تبرير الحق في السلطة فإن مفهوم المشروعية يطرح حين نكون بصدر تبرير ممارسة السلطة أي أن هذه الممارسة يجب أن تكون مطابقة للقوانين أما الشرعانة فمقصود بها تلك الممارسات المتبعة من قبل النظم السياسية لامتلاك الشرعية أو لترصيخ الشرعية فالشرعية لا توجد إلا عبر الشرعانة أي أنها مجموعة من الإجراءات لاكتساب الوصولة بالشرعية فالشرعانة بهذا المعنى تتمثل في مختلف العمليات السياسية التي تقوم من خلالها السلطة السياسية باستخدام وسائل فكرية رمزية كالمقولات التاريخية المقولات الدينية ترسيخ الأعياد الوطنية أو الأعياد الدينية البنايات رموز الدولة رموز المحاكم إلى آخره إلى آخره ما هي مصادر الشرعية؟ أو ما هي أنماط الشرعية؟ يمكن هنا أن نقف عند مجموعة من أدبيات علماء السياسة لكن سوف نقتصر على ما كتبه أو على أعمال ماكس فيبر ماكس فيبر يميج بين ثلاثة أنماط للشرعية الشرعية التقليدية الشرعية الكهرزمية ثم الشرعية القانونية العقلانية الشرعية التقليدية هذه الشرعية ترتكز على الاعتقاد بقدسية التقاليد حيث تغدو كل سلطة تتأسس على هذه التقاليد سلطة شرعية هنا الرجوع إلى التاريخ يعني تقديس الماضي التشبت بالماضي التبجيل به والاعتناء به من أجل إعطاء قيمة للسلطة وهنا تشكل فكرة المدة أو التاريخ الحجر الأساس في هذا النمط من الشرعية فالشرعية التقليدية هي شرعية تاريخية قبل كل شيء السيطرة التقليدية تستمد شرعيتها من أعراف تقر صحتها العريقة في القدم وعادة احترامها المغروسة في الإنسان إلى آخره ويتميز هذا النموذج من السيطرة بهيمنة علاقات من نمط شخصي بين السيدي وأتباعي بين الأمير ورعايا إلى آخره الشرعية الكاريزمية 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 المعنى يحيل إلى الكاريزمة أي تلك الصفة السيطنائية لشخص يكون موهوبا بقوة وطباع فوق طبيعية في نظر المجموعة أو على الأقل تكون له طباع أو صفات خارج نطاق الحياة اليومية ولا يمكن للعادي من البشر الفانين الوصول إليها هنا هذا الشخص الحكم المتميز بالكاريزمة قد يكون كذلك مرسلا من الله أو مثالا ويعتبر بالنتيجة زعيما وبصفاته هذه التي تبدو خارقة يمارس الزعيم تأثيرا عاطفيا قويا على أولئك الذين يستسلمون له لأنهم ينظرون إليه كشخص مقدس وكشخص يملك بيده الخلاص للمجموعة أو يملك صفة الإنقاذ هنا التشارب السياسي ذات طبيع النبوية ذات طبيع النبوي يعني تجسد هذا النمط من الشرعية ويمكن أن ندرج هنا تجربة ماو في الصين تجربة برقيبة إلى آخره يمكن كذلك الحديث عن الشخصية مثلا محمد الخامس في المغرب لأنه بحكم كارز بيته كان الناس أو كان المغاربة قد يعتقدوا بأنه ظهر لهم في القمر يعني في حادث المنفى بالنسبة ل البالك المغفور له محمد الخامس طيب الله وترى النمط الثالث من الشرعية هو الشرعية القانونية العقلانية من الإحالة على القانون هنا يقترب من مفهوم المشروعية الذي تحدثنا عنه في البداية حينما ميزناه بعني الشرعية الشرعية القانونية العقلانية هي التي تكون في إطارها ممارسات السلطة السياسية متطابقة مع القوائد القانونية الموضوعة بشكل بسيط فالشرعي القانوني العقلاني لدى ماكس فيبر تقوم على القانون حيث حامل السلطة تشرعنه القواعد ومدى تطابق سلوكيته معها أي مع هذه القواعد فالطاعة في إطار الشرعية العقلانية لا تكون للأشخاص كما عليه في الشرعية الكارزمية بل تكون للقواعد وللمؤسسات والتنظيمات وللهياكل والإجراءات إلى آخره اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة